بعد قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتحويل ناحيتي الظلوعية وناحية العلم التابع لقضاء تكريت إلى قضاء ورفع مستواهما الإداري لا زالت هاتين المنطقتين إلى حد هذه اللحظة لم تتمتع بالتخصيص المالي أسوة بباقي أقضية المحافظة مما يترتب عليه بقاء الواقع الخدمي عما هو عليه الآن في ظل واقع ميزانية لا ترتقير المستوى المطلوب من ما نسبة تحويل ناحية العلم من ترحيله من ناحية إلى قضاء هناك نقص في الخدمات منها الكهرباء قلة الكهرباء وأنه وضع رديء جدا جدا ومشاريع الماء وضعهم رديء جدا مشروع إروائي ونأخذ منه المياه شرب ويعني صحيا ما مقبول صحيا ما مقبول المفروض المشاريع تتطور الكهرباء تتطور وبمناسبة انتقالها إلى القضاء المفروض نرتقي إلى الأحسن نتمنى أن يكون ليس كتابة على الورق وإنما تقدم خدمات لأهالي هذه المنطقة التي ضحت بدماء غزيرة في سبيل استطباب الأمن والاستقرار ونتمنى أنه تكتمل باقي الدوائر الخدمية في القضاء وتكتمل كافة الخدمات التي تقدم للمواطن وهذا هي إنجاز عظيم لهذا المنطقة ونحن فرحين وبهجين بهذا القرار في الوقت الذي ناشد فيه مسؤولون في ناحية العلم الواقعة شرقي قضاء تكريت من مجلس المحافظة ومحافظة صلاح الدين بضرورة مفاتحة وزارة التخطيط العراقية ووزارة المالية أيضا بغيتا إدراجها ضمن موازنات أقضية المحافظة كان هذا له أثر إيجابي باستخدام قضاء العلم ناحية العلم تعتبر من أكدب النواحي في حاصل صلاح الدين حتى تأسست عام 1964 فيها من المؤهلات والمقاومات التي تأهلها أن تكون قضاء من مقاطعات وقرأ ومركز ناحية ودوار خدمية هذا الاستحداث سوف يكون له أثر إيجابي بالنسبة للخدمات للمواطنين واستحداث دوائر أخرى مكملة مثل ملاحظية تسجيل عقاري وفتح مصرف وكذلك إن شاء الله المستشفى أيضا حصلت بها موافقات نأمل من السادة في محافظة صلاح الدين التوجه ودعم القضاء الجديد للتوسع وإن شاء الله مستقبلا أيضا الخطوة القادمة سوف يكون استحداثنا حيث ربعضة اشتركوا في القناة